اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولله في خلق ششؤون فقد جاء اثناء هذه الظروف القاسية نعيم بن مسعود الاشجعي وهو من قطفان وكان صديقا لقريش واليهود فقال يا رسول الله اني قد اسلمت وان قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت فقال انت رجل واحد وماذا عسى ان تفعل ولكن خذل عنا ما استطعت فان الحرب خذعة طيب نعيم بن مسعود الاشجعي لدبهل من قطفان من قبيلة القطفان من ناتا اللي صديق على قل قريش مرة من له يوم على وقل لي اهود برضو قل كليهم من له يوم على وبالقات على وانسان مشهور ومأمون على ليني الله سبحانه وتعالى دبه لبه لإسلام الشرحة ولبه لإسلام شرحي وأسلمه كذب النبي صلى الله عليه وسلم مطا يا رسول الله اني قد اسلمت وان قومي لم يعلموا باسلامي فمرني بما شئت يليو الله يا رسول الله انا اسلمكو بالعالمين ووفقيني ولا جماعة جوالعجي يأمروني انا بما اسلمكو يأمر ابوني ميس دي كمي ادى قل كبيري يقل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيلي انت قور اناس انت مقلتي دي لكن قيس كخذلهم بيلي والحرب خدعة يعني حرب كله مواجهة لاني تقبي الخدعة الحرب ضروري لانو عدو وقباي لما كرب بكا وكيت قلي دي كارل حده قل خدعة من دا استخدمكو منه وبسلام قل تفقر منه ولا تدبير ولا خيانته ولا كيل لانيه ولا عداوته دي ابن حرب التقبل وقل تتعود ديه وتتسرف من حكمة ومن امرته فذهب نعيم الى قريدة فلما رأوه اكرموه فقال تعرفون ودي لكم وخاصة ما بيني وبينكم واني محدثكم حديثا فاكتموه عني قالوا نعم قال قد رأيتم ما وقع لبني قنقاء والنظير وقد ظاهرتم قريشا وقطفان وهم ليسوا مثلكم فالبلد بلدكم فيه اموالكم وابناؤكم ونساؤكم لا تقدرون ان تتحولوا منه الى قيره واما بلدهم واموالهم ونساؤهم فبعيدة فهم ان اصابوا فرصة انتهدوها وان لا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا ينتقم منكم فكيف يشاء قالوا فما العمل قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائنا قالوا لقد اشرت بالرأي ثم توجه نعيم الى قريش واجتمع برؤسائهم وقال تعلمون ودي لكم ونصحي اليكم قالوا نعم قال فاني محدثكم حديثا فاكتموه عني قالوا نفعل قال فان يا هود قد ندموا قد ندموا على نقضهم احدى محمد صلى الله عليه وسلم وخافوا ان ترجعوا وتتركوهم معه فراصلوه انهم يأخذون منكم رهائن ويدفعونها اليه ثم يوالونه عليكم فردي بذلك فاحضروهم وان سألوكم رهائن فلا تعطوهم ثم ذهب الى قطفان فقال لهم مثل ذلك وبهذا التدبير الحكيم تشككت النفوس وتشققت وارسل ابو سفيان وفدا الى قريدة يدعوهم الى القتال قدا فقالوا ان اليوم يوم السبت ولم يسبنا ما اسابنا الا من التعدي فيه ثم ان لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن منكم لكي لا تتركون وتذهبوا الى بلادكم فقالت قريش وغطفان صدقكم والله نعيم وارسلت قريش الى اليهود تقول لهم لا نرهنكم احدا واخرجوا للقتال فقالوا صدقكم والله نعيم فخارت عزائم الفريقين وتخاذلوا اما المسلمون فكانوا يدعونا اللهم استرعوراتنا وامن روعاتنا وابتهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه عز وجل اللهم منزل الكتاب سريع الحساب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فارسل الله عليهم ريحا وجنودا من الملائكة فزلزلوا وغذفوا في قلوبهم الرعب وكفأت الريح وقدورهم وقلعت خيامهم وضربهم البرد القارس حتى لم يقر لهم قرار وبدأوا يتهيئون للرحيل وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حزيفة رضي الله عنهم اليهم ليأتي بخبرهم فذهب ودخل بينهم ثم رجع ولم يجد مس البرد بل كأنه كان في الحمام الذي يقتصلون فيه بالماء الحميم أي الحار فلما رجع أخبر برحيل القوم ونام فلما أصبح المسلمون رأوا ساحة القتال من جهة الكفار ليس فيها داع ولا مجيب فقد قال ورد الله الذين كفروا بقيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بقيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا كانت بداية هذه القزوة في شوال سنة خمسة هجرية ونهايتها بعد نحو شهر في ذي القاعدة وكانت أكبر محاولة قام بها أعداء الإسلام لدرب المدينة كانت بداية هذه القزوة في شوار سنة خمسة حقا الخندق ونهايتها بعد نحو الشهر في ذي القاعدة وكانت أكبر محاولة قام بها أعداء أعداء الإسلام لدرب المدينة المنورة كل أعداء الإسلام من نجي ومن قطفان من بني قريزة من بني النظير من قريش من مكة من قطفان القبائل هذه كلها والمتآمرين والمنافقين والمرجفين والمتخاذرين والذين نقدوا الأحد كل هؤلاء كان هم هم الأول والأخير أن يضروا بالمدينة المنورة وبالإسلام وللقداء عليها وعلى الإسلام والمسلمين ولكن الله خيبهم ورد كيدهم في نحورهم وكان فشالهم بمجموع هذه القوات يعني أن الطوائف السقيرة والمتفرقة أولى أن لا تجتر على التوجه إلى المدينة وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآن تغزون ولا يغزوننا نحن نسير إليهم بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ومن المنطق الواضح الآن يعني الله سبحانه وتعالى لما مكن ويسر ووفق وكل الجموع وكل الحشود هذه الله سبحانه وتعالى قطف في قلوبهم الرعب ورسل عليهم الملائكة ورسل عليهم الريح وكفئت قدورهم وأصابهم ما أصابهم وارتحلوا وهزموا بعد كده القبائل السقيرة وشوية شوية الكتر اللي كان قاعدت تتجرأ وتخطف وتدقل وتهدد وتتعاون وتتحالف مع الآخرين هاتستطيع وبعد كده ما في حد حيجي يفكر عشان يهزم المدينة أو يسجل الهجوم على المدينة لأنه حتى الرابط بيناتهم والتقاضل والثقة يعني تزعزعت والله سبحانه وتعالى مكن المؤمنين وسلمهم وكفاهم شر القتال بعد كده المسلمين هم ملح يغزوا هم ملح يمشوا وحيفتحوا وحينتغموا لنفسهم ولدينهم ولعردهم وحينشروا دحوتهم وحيبنوا دولتهم دولة المدينة المنورة دولة الإسلام على مشارق الأرض سواء كان في كسرة وفي الفروس في اليمن في الشام الفاتوحات الرؤى أثناء حفر الخندق قد وضى الخندق هذه نهايتها قد وضى الخندق لتخزيل للحصلة ربي وفقك للنعيم ما تأكملتها قينا وحقه للنعيم مر من لهينا يا يهود على ومن لهي قريش على يقول ليا يهود جيسك بي اليوم انتم قطفان انتم قبائل قطفان انسرجوا في المدينة هليكم وانتم لا يهود يريكم بني النذير النبي صلى الله عليه وسلم كفاوة اليوم وبني قانقاع كفاوة اليوم انتم بني قريزة وبني النذير قصوا وانتم قليتكم منصارها الله ومعلكم منصارها الله واللادكم منصارها الله ومثل النبي تنبرو دي بيقول لهم مدينة هليكم قريش انتصارو من قبي سنين قالي الام قبي اقل هربوتو واللادوم وانسوم وجنيتهم ودارو دي بكين قررام حفوض هلا وقل لقعت لهم سلكم يكونيني قل لكم دا ورطوكم دي مشكلات قل تتكروتو وقل لهم سب ممكن معروحتهم فقروا وانتم حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قل ل أنتقمون سلكمتو وانتم قليت امروني عنا نعصح وامين قل لكم عن نبي اليوم اللي لسحابي ل مندى أسلام الامات والنبي صلى الله عليه وسلم خذل مني انت متقدر بيلي وفعلا اللي خطط الحكيمات با آمانو لا يهود صدقو وبيلو والله رأيكا رأي تمامتو بيلو وخلاص بلا رأي اللي اقل كمسال متأوهم قل لي بولوهم والله احنا اقل نقاتل مسلكم احنا لا يهود لبن قريز وبن النظير وقاطفان اللي قابا اقل مسلكم اقل تقاتل اقل نقاتل يا قريش مسلكم رهين هبونا سب مسلنا قبو اقل يتفررون من هنا قل كمسال حسنا داخل نقاتل بينا قل نقاتل بلاوهم ومبلوهم قل كمسال بلوهم بلاوهم وطواري منهم ديب شورت وديب نوصهم دهلو نفر دي الوكو وغور دي مات قل ديب قليس قل بلاو مالله يا معقبتهم وطر وعصام تزو عمهم قل انتم قل اقل 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 يو صغير 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 ونقاتل صغير 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 يو نحن نصر بقية من إنهمها وقتها لا يقال لكم حقا كبيرا ابو سفيان أكثر من مجانبات السنوات ونقال إلى أدفعهم وقالوا بإمكانهم له مجانبات السابقة ولقال هناك ملتاك له أن كل ذلك تنتقلون ونقاتلون وأكثر من المجانبات ونقاتلون في أدفعهم تنفيذ النحيم الخدمة المنزل ونقتلون في أدفعهم ونقاتلون في أدفعهم لما يهود أمانهم ترهيين يدهيبونه قلق عطلق الهربون دبيلو تبيلو إلا خطط إلا بلا تخازل والإنشقاق ولا تشكك ديبو نفوس وإلا كله تحابر ديبو كلا خططهم إلا ودحلو كله رب أفشلية ورب كيدهم في نحرهم وديهم ورب تدبيهم في تدميرهم وديهم وقبل لي زلزلو وقبل لي نزاعات وخلاف وأشكالات ديبو والله سبحانه وتعالى بلا خذليهم ولا مسلمين إلا وكد إلا ما لبلعلوا اللهم استر عوراتنا وأمن رعاتنا يا ربي عوراتنا استر وروعتنا آمن لبلعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ابتهال والدعالى لبرابيه والدعالى صلى الله عليه وسلم فلبلعل اللهم منذر الكتاب ساريعون الحساب أهزم الأحزاب اللهم أهزمهم اللهAc農هم الbruعله النبي صلى الله عليه وسلم ورب استجيبوا أجلوا كارياح وولول والسلاف رفيت ومشاكل وحياكات عبايق ولا تمعتهم ولا الجنود لنا يوم فرهات ديبا ودباكيحال أتو ورب الجنود من ملائكة الرحمن لأكاقلق للنبي صلى الله عليه وسلم وزلزليوم والتالبابهم فرهات أتيت ديبهم وحلالهم ولا نبريتهم كل الساعتهم وقلبهم منهم كل يعني يعني قلبهم منهم وكل تكعملهم لنبريتهم كعملهم وفرهات أتيتهم وخيامهم للواجهم لأبلو والأبيات كل تقالعة وكل تقالعة وريحنا سأتو وبرد تقعت اليوم وبرد مره وقارس على وبرد تقعت اليوم وقال لأحلت كمان كمان يقيت نقعد فيلو قل منبرو قل لقاو من يقدرو وصبر سأنو ورسول الله صلى الله عليه وسلم ديبالا وكتلا حزيفة قل لأكا حزيفة من اليمن قل لأكا ورد الله ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا لا قد وطل بداية سنة خمسة من الهجر ونهايتا ديب من بدايتا من شوارد سنة خمسة هجري علت ونهايتا ديب نفس لسنة ديب شهر دلقاعدة قبأت مدة ورح تقريبا من حاولو قل لحاولو وقل لأكل يا رب أفشل يا وقل لأهييني من أكبر ومن أعزم ولبعد حتو ألعبات محاولة نايج هجوم ونهاي قتال ديب المدينة المنورة قل لأزو قل النبي صلى الله عليه وسلم وطول صحابته لا إسلام ولا مسلمين قل لأفنو قل لدنسو قل لأبدو كده ما أطعم علو وربكم سأل لي خيبا يوم وربكم سأل لي لكيد لانا يوم ترحل مبارسة يوم وربكم سأل لي أفشل يوم وإلا قوات إلا كلها وإلا طواف إلا وإلا مجامع إلا وإلا فراق إلا كلها فشلت لكن من إلا وحار التحاري لحود حود لقبائل وإلا لفراق والعقليات وقالة التحوالي المدينة المدينة المعلو وإلا نبينا أقمام لأعلو وإلا نبي صلى الله عليه وسلم اللي حدو اللي أعلو وإلا هم لمراد اللي أعلو دعوات قل لأنتشر من إلا وحار حسابهم كم سلودو كمان عبيد اللي تأمر أعلو إنه اللي كلهم لي قدروا ديبو هنا من إلا وحار النبير وحسابهم كم سلودو أمره والنبي صلى الله عليه وسلم بيلي يوم من إلا وحار إن شاء الله أنتم تلا تقزوا وأنتم تمنوا فقروا وحنات الأنفقر وحنات الأنقذ يوم وحنات أن دقسنا لنقاتل وننحارب وحنات أن دقسنا الإسلام للمشير ونودع أن يكوتهم قل لهم طيقوا بيلي يوم ولا نهايتنا إلا حلقاتنا مية وخمستاشر نهاية حلقاتنا قدوة الخندق وإلا حلقات لكن أستاذناكم سألهم بثت حلقات الخندق وإلا بك إن أنتهيت وسألهم حلقات سألهم حلقات سألهم حلقات سألهم حلقات كفالة متي قدوة بني قريزة يبقى سألهم متي إن شاء الله يبدأ حانو أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة